بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سلام عليكم عزيزي الطلباء طلبة سنة اولى ثانوي مازلنا دائما مع نموذج الفروض والاختبارات للفصل الثاني ولديكم الان التمرين الثاني اذا هذا هو النموذج اذا قلنا هذا نموذج الفروض والاختبارات انحللنا التمرين الاول واليوم ان شاء الله رح نحمله نحلو التمرين الثاني اذا الكتلة الحجمية لغاز سيغته المجملة او ايكس في الشرطين النظاميين هي واحد فاصل ثلاثة وربعين قرام باليتر اولا سؤال اول اوجد العبارة الحرفية للكتلة الحجمية في الشروط النظامية ما معنى الشروط النظامية طبعا الشروط النظامية اه نقصدوا بها انه درجة الحرارة هي زيغو سيسيوس والضغط هو واحد اتموسفر اذا اه طبعا هنا الكتلة هي عبارة عن كتلة المولية والحجم نخذو الحجم المولي معناه احنا العبارة بتاع الكتلة الحجمية هي الكتلة على الحجم احنا نعرف انه رو تساوي الكتلة للحجم ولكن في الشروط النظامية الكتلة هي الكتلة المولية والحجم هو الحجم المولي اذا اولا السؤال الاول إذن السؤال الأول إيجاد عبارة أو العبارة الحرفية العبارة الحرفية للكتلة الحجمية إذن قلنا الكتلة الحجمية في الشروط النظامية في الشروط النظامية قلنا الكتلة الحجمية نربز لها بالرمزرو تساوي إذن مولفين نكتبوا M على V ولكن هنا الكتلة هي الكتلة المولية لماذا لأن في الشروط النظامية والحجم هو V مولي معناتها الحجم المولي إذن هذه هي الكتلة الحجمية ثم السؤال الثاني أحسب الكتلة المولية الجزائية لهذا الغاز إذن باش نحسب الكتلة المولية طبعا تبقوا هذا القانون إذن أرو راهي عندنا أعطوها لنا 1.43 و V أم نعرفوها هي 22.4 طبعا في الشروط النظامية كي قولكم شروط نظامية معناتها V مولي هي 22.4 لتر بارمول إذن السؤال الثاني حساب الكتلة حساب الكتلة المولية الجزائية الجزائية لهذا الغاز قلنا طبعا نحن استعملوا هذا القانون طبعا النارو تساوي M على V مولي ومنه M تساوي رو في V مولي وعند نارو رعطوها لنا هي 1.43 جرام بار لتر نضربوها في V مولي وهي 22.4 لتر بار مول وتقعدنا الكتلة المولية إذن حوالي حوالي 32 جرام بار مول إذن هذه هي قيمة الكتلة المولية السؤال الآخر السؤال الثلاثة إذن قلنا استنتج السيغة المجملة للغاز استنتج السيغة المجملة للغاز إذن إحنا باش نستنتج السيغة المجملة للغاز إحنا على بنا عطونا هذا الغاز السيغة التاعه المجملة هي OX ما عندها لازم نوجده X هذا شحال تساوي إذن لازم نكتب الكتلة المولية بدلالة X إذن سؤال ثلاثة إذن استنتاج استنتاج السيغة السيغة المجملة لهذا الغاز طبعا السيغة المجملة لهذا الغاز قلنا لازم نكتبه الكتلة المولية بدلالة X طبعا الكتلة المولية OX O هي درة الأكسيجان كتلة المولية الدرية هي 16 إذن 16 X وبالتالي هنا الكتلة المولية حسبناها قناها 32 وبالتالي X تساوي 32 على 16 معانتها X تساوي 2 إذن نعوده في السيغة OX نلقاه السيغة المجملة إذن ومنه السيغة المجملة لهذا الغاز هي ماذا هي O2 إذن هذه هي السيغة المجملة معانتها لهذا الغاز الأكسيجين الآن سؤال 4 السؤال الرابع السؤال الرابع ما هي كتلة الغاز إذا كانت كمية المادة 0.1 مول طبعا إحنا نعرف أنه كمية المادة هي كتلة العينة على الكتلة المولية إذن حساب إذن رابعا حساب كتلة كتلة الغاز من أجل من أجل أن كمية المادة هي 0 مول إحنا لابدنا أنه كمية المادة يساوي ومنه منا نحسبه الكتلة تساوي أن في أم إذن مننا نحسب الكتلة إذن هو منه أم تساوي طبعا نعوذ أن هي 0.1 الكتلة المولية لقناها 32 معانتها أم تساوي 3.2 جرام إذن هذه هي كتلة هذا الغاز سؤال الخامس ما هو عدد جزئات هذا الغاز عنده إذن معانتها عنده إذن الكمية من المادة إذن عدد الجزئات إذن خامسا خامسا حساب حساب عدد عدد جزئات الغاز 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 طبعا في هذه الكمية وش معانتها نحن نعرف بالليه عندنا 1 مول نعلم أن 1 مول من أي جزئة من أي ذرة يقابلها دائما طبعا هنا عدد الأبوغادرو وهو ن إذن نحن نعرف شحركة من العدد الجزئات الموجودة 0.1 مول يعني من أجل أن تساوي 0.1 مول يعني القانون هذا أن يعني نجبده مننا أن تساوي أن في أن هذا هو القانون نستعمله وبالتالي أن هي 0.1 مول نضربها في أن أن هو عدد أبوغادرو قيمة ثابتة 6.023 في 10 أس 23 هذه هي قيمة عدد أبوغادرو وبالتالي رح نلقع عدد الجزئات 6.023 في 10 أس 22 جزئة إذن هذه هي عدد الجزئات الموجودة في 0.1 مول من هذا الغاز الآن السؤال الأخير أحسب أو ما هي كثافة هذا الغاز بالنسبة للهواء إذن نشوفوا السؤال الأخير ما هي كثافة الغاز بالنسبة للهواء طبعاً نحن كثافة الغاز نقدر نحسبها بطريقتين إذن طريقة الأولى نستعمله يعني عن طريق الكتلة المولية إذن نكتب لكم القانون إذن قلنا سادساً حساب 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 كثافة الغاز بالنسبة للهواء بالنسبة للهواء نعلم أن الكثافة الله نلمذها بالرمز د تساوي ماذا؟ من جهة تساوي الكتلة الحجمية للمادة نحن لدينا غاز على الكتلة الحجمية للهواء يعني هنا نكتب الغاز الكتلة الحجمية للغاز إذن هو غاز الأكسجين على الكتلة الحجمية للهواء طبعاً احنا أعطونا الكتلة الحجمية لهذا الغاز عطوهن معندها نطبقه مباشرة هذا القانون الكتلة الحجمية هي 1.43 على الكتلة الحجمية للهواء عطوهن الهنا هي 1.29 جرام بار سنتيمتر كيب إذن هنا عفوا نعم جرام بار لتر إذن هنا الكتلة أو الكتلة الحجمية للهواء هي 1.29 وبالتالي الكثافة راح نحسبوها حين نلقوها بالتقريب 1.1 طبعا نعرف أن الكثافة بدون وحدة يعني ما عندهاش الوحدة الآن راح نشوفو طريقة ثانية إذن هذه طريقة رقم واحد طريقة ثنين هي ماذا احنا عندنا الكتلة المولية يساوي الكثافة في 29 وبالتالي نقدر نحسب الكثافة منها وهي م على 29 قلنا هذا قانون ثابت برهنتوا عليه في القسم إذن الكتلة المولية هي 32 على 29 ممكن نحسبوها نلقوها نفس النتيجة إذن هذه هي هذه هي قيمة الكثافة لهذا الغاز إذن بهذه الطريقة نكون نحن نحللنا التمرين رقم الثانين يتبقنا التمرين آآ الثالث في حصة المقبلة إن شاء الله راح نكمل نحل له إذن إلى حصة أخرى إن شاء الله وسلام عليكم